يا دكتور عبدالله السؤال بتاعك سؤال معقد جداً وأنا بشكرك الأول على تعليقك بص يا سيدي الانتجين عندنا نوعين يا انترينسك يا الانتجين بيخش في الانتجين بريزينتج سيل هي الوحيدة اللي تحتوي على الميجور هستو كومبتابلتي 1 وميجور هستو كومبتابلتي 2 تمام؟ إنما بقيت النوكليات السيلز كلها تحتوي على الميجور هستو كومبتابلتي كلاس 1 بس لأن كلاس 1 ده بنعتبره الجيش كلاس 2 ده بنعتبره الشرطة فالجيش والشرطة دول موجودين في أي انتجين بريزينتج سيل سوى ماكرو فاش سوى ديندريتك سيل سوى بيلينفوسايتس دي كلها موجود فيها الاتنين ميجور هستو كومبتابلتي كلاس 1 وان 2 فلما الانتجين بيخش في الانتجين بريزينتج سيل هنقول عليه الانترينسيك انتجين الاول عشان يسهل الامور انترينسيك زي البيرال انتجين مثلا الانترينسيك ده لما بيطلع بيطلع على ميجور هستو كومبتابلتي كلاس 1 كلاس 1 ده بتفعل مع تي هلبر تي هلبر وان وفي نفس الوقت بترعمل مع تي سايتو توكسك اللي هي سي دي ايت اللي انت قلت عليها السي دي ايت دي اللي هي سايتو توكسك بتمسك في الانترينسيك انتجين مع الميجور هستو كومبتابلتي كلاس 1 التي هلبر وان راخرة بتمسك في نفس الكلاس ليه عشان تبقى استيميوليتد وتطلع جاء انترفيرون ياكتفيت ابتي سايتو توكسك توبي كيلر سيلس عشان تحاول انها تقتل الانترينسيك انتجين ده بطريقة بقى البرفورين فاز فاز ليجين الكلام ده كله نيجي على الاكسترينسيك انتجين لما يخش هو بيمسك في ايه هو الجسم عاوز ايه عاوز انتي بودي في الاكسترينسيك الانتي بودي ده لازم البيل انفوسايت تبقى استيميوليتد البيل انفوسايت شحسن تبقى استيميوليتد عاوز انتال لوكن 4 تبقى استيميوليتد تتحول الى بلازما سيلزو البلازما سيلزو تتخرج انتي بودي طب انت بتقول بقى ان الميجور هستو كومبتابلتي اه تو بيتفاعل مع الخليتين اه لو تفاعل مع تي هيل بار وان بيطلع الجاما انترفيرون الجاما انترفيرون ده هو بيعمل استيميوليشن للتي سايتوتوكسيك مزبوط نيجي بقى الاكتيفيت تي هيل بار تو بتطلع ايه بتطلع انتال لوكن 4 و5 و10 طيب الانترفيرون جاما سيكريدد تي هيل بار وان استيميوليتو الماكروفاج تو انهبت تي هيل بار تو خلاص هو قفل تي هيل بار تو خلاص والانتال لوكن 10 اللي سيكريدد بتي هيل بار تو انهبت تي هيل بار وان فهما بيشتغلوا بحكس بعض انما هو ممكن يشتغلوا مع الاتنين زي ما انت بتقول انما انا بجمع لك الحكاية دي كلها في سامري ان الهيمورال ايميون ريسبونز لازم تبقى عن طريق تي هيل بار تو لكن تي هيل بار وان هتشتغل اه بس تي هيل بار تو هتعمل لها انهباشن تمام تي هيل بار تو عن طريق ايه عن طريق انتال لوكن 10 ثم هي تشتغل وتطلع انتال لوكن 4 وانتال لوكن 5 والانتال لوكن 4 ده يعمل استيميوريشن لبيل انفوسايتس والبيل انفوسايتس تتحاول الى البلازما سيتتخرج انتي بودي انما لما ييجي الانترينسك انزم برضو الاتنين بيشتغلوا بس المهم ان تي هيل بار وان بتعمل انفوسايتس تي هيل بار تو عن طريق الجامع انترفيرون اللي هو بيعمل استيميوليشن للتي سايتوتوكسك تو بي ري اكتد انو تو بي اكيلر تي سايتوتوكسك اذا الاتنين بيشتغلوا زي ما انت بتقول بس واحدة بتعمل انفوسايتس التانية لمصلحة الرياكشن مصلحة الرياكشن ده بقى هيومورال يا سلمي ديتد انما لحن نقعد انعقد المواضيع بالمنزل ده اعتط لخبطه ده كلام بقى عاوزين بتاع البوستج راديوت انما اللي احنا نقوله ان تي هيل بار تو مسؤولة عن الهيمورال ايميون ريسبونس طب ما تي هيل بار وان شغالة انما انهبتت بتي هيل بار تو طب لو انترينسك عاوزين تي هيل بار وان انترينسك هي اللي تشتغل هي وتي سايتوتوكسيك فتي هيل بار تو تي هيل بار وان تطلع الجاما انترفيرون عشان يعمل استيميوليشن للتي سايتوتوكسيك ان هي تطلع بقى تيومور ديكروزين فاكتور ومش عارف ايه والحاجات البتاعت السلمي دي تدي كلها ارجو انك تكون فهمت وارجو ان انا اكون وضعها لو عندك اي حاجة لسه مش فهم اقولي وانا اقولك تمام انت كلامك صح وانا كلامي صح كلامي صح ليه عشان ابسط الموضوع يا اخواني اللي يقوليش ده حاجة معقدة جدا فلو عادنا نقول ده كده ده هنخدش في السايتوكينز وانوعها وتعمل ايه منقولي الحاجات المهمة وانا على اموم انا بشكرك جدا والله انك انت بتطلع وتسمع المحاضرات بتاعتي وارجو انك تكون تستفيد وتدعيلي اشكرك حبيب